المصريين عاشوا أيام صعبة جدا على مدار السنين اللي فاتت وزادت الأوضاع صعوبة في 2023 واللي بتعتبر سنة كبيسة جدا عاشها المصريين ليه الأيام الصعبة عدت واللي جاي كله خير وانطلاق واستقرار بإذن الله وإيه اللي هيحصل في الأيام الباقية من السنة العصيبة دي هنعرف كل دو أكتر ولكن بعد الفاصل فتابعوا معنا للآخر لو تبعنا الأزمة الاقتصادية في مصر بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني هنلاقي أنه خلال الست شهور الأخيرة وصلت الظروة مع ارتفاع التضخم وغلل معيشة وتصاعد أزمة الدولار وكمان توحش السوق السوداء وخلال الشهور اللي فاتت مصر شافت اللي ما شافتهوش من سنين طويلة ولكن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وشهادة للتاريخ رغم الصعوبات قدرت أنها تتعامل مع كافة الأزمات بحكمة وسرعة وضمنت عدم خروج الأمور عن السيطرة أيها حضرتك كان ممكن الأمور تاخد مجرى تاني وخطير جدا لو الدولة تهونت في سوق صرف العملات وثابت الدولار يوصل 50 جنيه وكان هيوصل فعلا لو لا الإجراءات الكتيرة والتحركات السريعة ولو عدت دولار حجز 50 أو 60 كانت الأمور بقت مستحيلة على المواطن المصري خلونا في اللي جاي ونتكلم شوية في الشهور اللي جاية مع بداية 2024 واللي هتكون بداية الهدوء والاستقرار واسترداد الأنفاس مرة تانية متوقع فيها أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن وده كلام الحكومة المصرية والتقارير الدولية وكمان مؤشرات الاقتصاد ولو جينا للأسباب هنلاقيها كتير أولها انتهاء حدة أزمة نقص الدولار بعد تنفيذ برنامج الحكومة في بيع الشركات ونجاحها في تقليص فطورة الاستراد مقابل تعظيم وتوطين الصناعة المحلية بالإضافة كمان الارتفاع المستمر في تدفقات الدولار للدولة المصرية من كل القطاعات خبراء الاقتصاد بيعلوا أمال كبيرة على قطاع مهم أنه يقود الدولة المصرية نحية الاستقرار والانطلاق الاقتصاد وهو قطاع الاستثمارات المباشرة واللي رشحه مصر أنها تكون المقصد الأول في إفريقيا والشرق الأوسط بسبب تعدد الفرص وكمان ارتفاع الأرباح وسرعة نمو المشروعات خاصة القطاع العقاري والصناعي واللي مصر حققت فيه طفرة وبدأت تصدر العقارات وكلنا شفنا زي العالمين الجديدة بقت حديث العالم كله والاستثمارات اللي دخلت الساحل الشمالي واللي لسه هيجي واعلان كيانات عقارية عربية وكمان عالمية عملاقة استثمار مليارات الدولارات في مشروعات عقارية وكمان فندقية وضيفية في المنطقة حسب البيانات الرسمية الحديثة مصر جذبت صافي استثمارات أجنبية مباشرة سجلت 67 مليار دولار خلال العشر سنين وسجلت قيمة صافي استثمار الأجنبية المباشرة 6 مليار دولار في النص الأول من العام المالي 2022-2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها في العام المالي 2021-2022 وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمار في مصر خلال النص الأول من العام المالي 2022-2023 وبلغت قيمة استثماراتها في السوق المصرية نحو 2.1 مليار دولار يليها في المرتبة الثانية دولة الإمارات الشقيقة باستثمارات 1.5 مليار دولار وحسب توقعات أهل الاقتصاد مصر بتنتظر قفزة كبيرة جدا في الاستثمار المباشر في كل القطاعات وزي ما قلنا لحضراتكم فيه مقدمتها القطاع العقاري والسياحي والصناعي والطرفيهي والنقل والمواني والوجستيات وكمان التعديل والزراعة وفرص ملهاش أول من آخر كنت معاكم من بنكير أنا عبدالمنع مبراهيم تقبله خالص تحياتي وإلى اللقاء